السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأصلِّي وأسلِّم على سيدي وحبيبي محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أذكر نفسي أولاً ثم أذكركم بقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنُرِيَهُ من آياتنا إنه هو السميع البصير أحبابنا الكرام إخوة الإيمان والإسلام ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعاً من أولهم آدم إلى آخرهم محمد بدينٍ واحدٍ هو الإسلام وَأَيَّدَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا آخِرَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَكْثَرَ الْأَنْبِيَاءِ مُعْجِزَاتِ وَمِنْ مُعْجِزَاتِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ وَمِنَ الْمُعْجِزَاتِ الْكُبْرَى وَمِنَ الْمُعْجِزَاتِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي خَصَّ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّدًا الْإِسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجِ أُسْرِيَ بِهِ لَيْلًا مِنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فِي الْقُدْسِ فِي فِلَسْطِينَ ثُمَّ عُرِجَ بِهِ مِنْ هُنَاكِ إِلَى مَا فَوْقِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَكَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي جُزْءٍ مِنْ لَيْلَةِ بِجَسَدِهِ وَرُوْحِهِ وَفِي الْيَقَظَةِ وَلَيْسَ فِي الْمَنَامِ حَقًّا هِي مُعْجِزَةٌ عَظِيمَةٌ كُبْرَى مِنْ كُبْرَيَاتِ مُعْجِزَاتِ هَذَا النَّبِيِّ الْعَظِيمِ لَكِنْ مَا الَّذِي جَرَى وَمَا الَّذِي رَآهُ سَيِّدِي رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي إِسْرَائِهِ وَفِي مِعْرَاجِهِ رَأَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةَ رَأَ مِنْ عَجَّائِبِ خَلْقِ اللَّهِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ لكن ما هو الصحيح الثابت الوارد في هذه القصة؟ من كان مهتماً لمعرفة ماذا جرى مع حبيب الله محمد ليعتبر وليتعلم ولينشئ أولاده على المعرفة بهذه المعجزة الكبرى فما عليه إلا أن يحضر مجلس علم الدين نعم قصةٌ عظيمة ومع ذلك دخلها الدسائس من قبل بعض القصاصين فما علينا إلا أن نتعلم ماذا حصل لنميز بين الصحيح وبين الفاسد لكن أيها الأحبة الكرام ما المقصود من هذه المعجزة؟ ما هو المقصود من الإسراء؟ المقصود من الإسراء كما قال الله تعالى في القرآن الكريم لنُرِيَهُ من آياتنا وأما المعراج فما هو المقصود من المعراج؟ المقصود من المعراج أن يُشاهِد النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب خلق الله في العالم العلوي كما قال الله ربُّنا في القرآن الكريم لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْمِعْرَاجِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي جِهَةٍ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ وَمُحَمَّدٌ صَعِدَ لِيَلْتَقِيَ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حاشا لله فإن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء خالق الأماكن والجهاد خالق السماوات والأراضين فكما كان ربُّ العالمين قبل خلق العالمين قبل خلق السماوات والأراضين قبل خلق الأماكن والجهاد بلا جهة ولا مكان فبعد أن خلق العالمين بعد أن خلق السماوات والأراضين بعد أن خلق الأماكن والجهاد لا زال كما كان لا يتغير عما كان ولا يحتاج إلى المكان ولا يجري عليه الزمان فهو الغني عن العالمين وهو القائل في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وَكَمَا قَالَ عُلَمَاءُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ كَمْ لُوهَا؟ مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا يُشْبِهُ ذَلِكَ من أولى مع بعضنا حتى نحفّز الأولادنا مَهْمَا تَصَوَّرْتَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ لَا يُشْبِهُ ذَلِكَ إخوة الإيمان والإسلام يرتبط المسجد الأقصى بوجدان المسلمين ارتباطاً وسيقاً زادت أواصره واستحكمت عراه منذ حادثة الإسراء والمعراج مُروراً بكونه القِبْلَة التي توجَّه إليها رسول الله والمسلمون بعد الهجرة في صلاتهم ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً قبل أن تُحوَّل القِبْلَة إلى الكعبة المُشَرَّفة وأما لو نظرنا إلى التوقيت متى بُني المسجد الأقصى فاسمع معي يا أخي المُسلم هذا الحديث الذي فيه أن أبا ذرٍ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيُّ مسجدٍ وُضِع في الأرض أول؟ قال سيدي رسول الله المسجدُ الحرام قال أبو زر ثم أيٌّ؟ قال سيدي رسول الله المسجدُ الأقصى قال أبو زر كم كان بينهما؟ قال حبيب رب العالمين الذي يُبلِّغ عن الله أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة أينما أدركتك الصلاة بعد فصلِّه فإن الفضل فيه رواه البخاري فإبراهيم الخليل عليه السلام ليس هو أول من بن الكعبة المُشرفة وسليمان عليه السلام ليس هو أول من بن المسجد الأقصى لأن بين إبراهيم وسليمان قرون بل هُمام جَدَّدان ما كان أسَّسَه غير هُمام جَدَّد إبراهيم بناء الكعبة وجَدَّد سليمان بناء المسجد الأقصى فقد جاء في بعض الآثار أن آدم عليه السلام لما بن الكعبة أمره جبريل عليه السلام بالمسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه ونسك فيه أحبابنا الكرام ويقع المسجد الأقصى في المدينة المباركة مدينة بيت المقدس التي هي عاصمة دولة فلسطين الحبيبة إخوة الإيمان إنها قدس الإسراء بين مكة والسماء أرض الأقصى أرض الكثير من الأنبياء والمرسلين موطن الكثير من صحابة رسول الله موطن الآلاف من أعلام الأمة وعلمائها من أجلها من أجلها ذرفت عيون ولتربها حنَّة قلوب أسأل الله رب العالمين أن يُحرِّر الأقصى وأن يعيد علينا هذه الذكرى بالأمن والخير والبركات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا